وصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش مستزمات الانتاج الزراعي والداجني والجرائم التي تضرب البيئة حيث شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالتنسيق مع قطع الأمن العام ومدريات الأمن حملات تفتيشية مكبرة في هذا الإطار نجحت خلالها في تحقيق العديد من النتائج الإيجابية تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التي تضرب البيئة والصحة العامة والانتاج الزراعي والحيواني فقد شنت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات أمنية في هذا الإطار بالتنسيق مع قطع الأمن العام ومدريات الأمن أصفرت عن ضبط سلاس شركات للمواد الغذائية ومطعم بدون ترخيص بالقاهرة بداخلهم أكثر من عشرة أطنان مواد غذائية ولحوم ودواج مجهولة المصدر كما أصفرت الحملات الأمنية عن ضبط أكثر من تسعة عشر طن لحوم ودواج غير صالحة لاستهلاك الأدمي ومنها ما هو مجهول المصدر داخل شركتين وسلاسة مصانع بدون ترخيص للمواد الغذائية بالقاهرة واستمرارا للنتائج الإيجابية التي تحققها الحملات الأمنية لحماية البيئة والثروة الزراعية نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط ستة وسلاسين طن مواد غذائية بدون ترخيص وسلاسة وثمانين طن أعلاف حيوانية متنوعة بدون ترخيص داخل مخزنين بدون ترخيص للمواد الغذائية وجمعية تعاونية بدون ترخيص للثروة الحيوانية وشركتين غير مرخصتين للأعلاف الحيوانية بالجيزة كما تمكنت من ضبط مخالفات للاشتراطات البيئية والصحية بمستشفيين بالجيزة تتمثل في عدم وجود سجلات الحالة البيئية وسجل للمخلفات الخطرة وتراكم النفايات الطبية الخطرة ما يؤدي إلى انتشار الأمراض والأوبئة كما نجحت في ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج المواد الكيموية المعالجة لمياه الصرف الصحي والصناعي بالجيزة حيث تم ضبط ستة أطنان مواد خامسة إلى مجهولة المصدر وتسعة وأربعين طن منتج نهائي معالج لمياه الصرف الصحي مخالف للمعايير الصحية والبيئية واستمرار للحملات الأمنية بالجيزة تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبيئة المنظفات والمطهرات المنزلية بداخلي 28 طن ونصف مواد خامسة إلى ومنتج نهائي لمنظفات منزلية مجهولة المصدر ومنسوب إنتاجها لشركات وهمية وضبط 20 طن ونصف طن إضافة إلى 38500 قطعة مواد غذائية مجهولة المصدر داخل أربعة مصانع للمواد الغذائية ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 42 طن أعلاف حيوانية وداجنة مجهولة المصدر ومخالفة للاشتراطات البيئية داخل مخزن بدون ترخيص لتخزين والإتجار في الأعلاف الحيوانية والداجنة بالقليوبية وضبط 52 طن ونصف مخاليلات ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر بمصنع بدون ترخيص لإنتاج وتعبيئة المخاليلات بالقليوبية وبالقليوبية أيضا نجحت الأجهزة الأمنية ومع استمرار حملاتها في ضبط سلاسة مصانع بدون ترخيص لإعادة تدوير المخالفات البلاستيكية وتعبيئة المنظفات الصناعية بداخلها 24 طن مواد خام بلاستيكية مجهولة المصدر و126500 قطعة منتج نهائي بلاستيك مجهولة المصدر وتسعة أطنان منظفات صناعية ومستلزمات إنتاجها مجهولة المصدر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر